اشتركوا في القناة راح نتعرف اليوم على عدة نقاط منها تحديد عدد النيوترونات والبروتونات في النواة ونعرف طاقة الربط النووي والربط بين الطاقة الناتجة عن التفاعل النووي مع التغير في طاقة الربط النووي وايضا راح نتعرف على معادلات الامحلال وعمر النصف والانشطار النووي والاندماج النووي بداية هل تتكون النواة من جسيمات مشحونة بشحنة موجبة فقط يعني لو كانت هذه نواة الذرة وهذه الالكترونات زي ما نشوف تحيط بالنواة هل تتكون النواة من جسيمات مشحونة بشحنة موجبة فقط طبعا تم التعرف على كتلة النواة وحقيقة أن شحنتها موجبة كما عرف مقدار شحنة النواة نتيجة تجارب تشتت الأشعة السينية وأظهرت البروتونات أنها ذات شحنة موجبة وهي مسؤولة عن نصف كتلة النواة طبعا بعد ذلك اكتشف العالم شادويك وجود جسيم متعادل كتلته تساوي كتلة البروتون عرفة بالنيوترون إذن هذه كمقدمة على نواة الذرة طيب بالنسبة للشحنة شحنة النواة احنا اتفقنا أنه عرف أن النواة تحتوي على بروتونات وأنها موجبة الشحنة وتحتوي على نيوترونات يعني أجسام متعادلة لها كتل ولكنها متعادلة في الشحنة أي ليس لها شحنة عرفت بالنيوترونات طيب لما نتكلم الحين عن النواة باختصار إذا تكلمنا عن شحنة النواة فلا يوجد عندنا إلا بروتونات مشحونة بشحنة موجبة أما النيوترون فليس له شحنة ولو تكلمنا عن كتل فعندنا النيوترون وعندنا البروتون كلهم جسيمات لهم كتل فبداية احنا بنتكلم عن شحنة النواة شحنة النواة تساوي زد ضرب إي طيب زد ماذا يمثل عندنا؟ زد دائما يمثل عدد البروتونات وإي تمثل الشحنة الأساسية يعني والله في الشكل اللي قدامي لو افترضت عندي واحد اثنين ثلاثة بروتون مثلا إذن بتكون الزد هي ثلاثة مضروبة في إي اللي هي الشحنة الأساسية اللي هي واحد فاصل ستة في عشرة والسالب تسعة طعش طيب هذه بالنسبة لإيجاد مقدار الشحنة الإيجاد مقدار الشحنة طيب إذن الحين تعرفنا أن شحنة النواة هي عبارة عن زد اللي هو العدد الذري أو عدد البروتونات مضروبة في إي اللي يمثل الشحنة الأساسية طيب عندنا سؤال الجسم الوحيد المشحون داخل النواة هو الإلكترون أم النيوترون أم البروتون أو البوزيترون طبعا اتفقنا أنه داخل النواة عندنا نيوترون وعندنا بروتون لكن الجسم المشحون اللي هو البروتون إذن الخيار سي هو الخيار الصحيح طيب العدد الذري زد هو عدد الإلكترونات البروتونات عدد النيوترونات عدد الكتلة طبعا زي ما تكلمنا قبل شوي العدد الذري زد هو يمثل عدد البروتونات يعني الإجابة الصحيحة اللي هو الخيار بي طيب تساوي 1.66 في 10 والسالب 27 كيلوغرام وهي تعادل 1 يو يعني وحدة الكتل الذرية إذن لكل من البروتون والنيوترون وحدة كتل ذرية اللي هي 1 يو بحيث قيمة الواحد يو هي تعادل 1.66 في 10 والسالب 27 كيلوغرام طيب عطاني سؤال كتلة البروتون الواحد تساوي 1 يو 2 يو 3 يو 4 يو زي ما قلنا قبل شوي أن البروتون والنيوترون لهم وحدة كتل الذرية تعادل 1 يو أو تساوي 1 يو إذا الإجابة عندنا اللي هو الخيار A وهي وحدة الكتل الذرية طيب خلونا نشوف الجزية اللي بعدها راح الحين يتكلم عن كتلة النواة طيب قبل شوي طبعا احنا تكلمنا عن النواة وقلنا أنه فيها شحنة أو فيها جسيمات بروتون ونيوترون وقلنا لما نتكلم عن الشحنة احنا نتكلم عن بروتون النيوترون ليس له شحنة الحين صدنا نتكلم عن الكتلة طيب الكتلة إذا معناته راح نأخذ في الاعتبار وجود البروتون والنيوترون إذا ككتل احنا راح نتكلم على أثنين مع بعض في مثلا لو افترضتنا افتراضا أنه النواة قدامي هذه في الرسم اللي قدامي أو الشكل اللي قدامي مثلا فيها ثلاثة بروتون وثلاثة نيوترون إذن أنا أقول الحين عندنا في الداخل موجود ست كتل ثلاثة بروتون وثلاثة نيوترون إذن هنا كتلة النواة قال لنا A تساوي A فيو طيب أي هذا وش يمثل؟ هذا يمثل العدد الكتلي طيب ما هو العدد الكتلي؟ هو عبارة عن عدد البروتونات وعدد النيوترونات وعلى نفس المثال اللي قلتها قبل شوي لو افترضنا ثلاثة ثلاثة إذن العدد الكتلي هنا عندنا راح يكون ستة اليو اللي تعرفنا عليها قبل شوي وحدة الكتل الذرية إذن عشان أوجد كتلة النواة بقول كتلة النواة تساوي A ضرب U A يعني فيها عدد البروتونات وعدد النيوترونات لتمثل العدد الكتلي طيب جانا على سؤال هنا أو تقويم العدد الكتلي A هو عدد البروتونات والإلكترونات والبروتونات البروتون والنيوترون والإلكترون زي ما اتفقنا أنه العدد الكتلي يعبر عن البروتونات والنيوترونات عن البروتون والنيوترون مع بعض نسميهم أو نعطيهم الرمز A اللي يمثل العدد الكتلي العدد الكتلي طيب نجي على مفهوم الحين ما يسمى بالنظائر طيب النظائر احنا درسنا أول وتكلمنا إذا تذكرون مطياف الكتلة وتكلمنا أنه استخدمنا في مطياف الكتلة اللي هو كان عندنا غاز النيون طيب واتفقنا أنه النيون يعتبر نظير طيب وش كان السبب أنه النيون يعتبر نظير لأنه أعطانا تصادمات أو نقاط مضية على الفيلم وهذا عبر لنا أنه عندنا الذرات لها كتل مختلفة ولكنها لها نفس الخصائص الكيميائية فلذلك عندنا النظائر هنا لو طالعنا في الشكل اللي عندنا مثلا قال لي الهيدروجين لها نظائر طيب تمام لكن النظير الأول عندنا واحد بروتون ولا يوجد نيوترون صفر نيوترون طيب النظير الثاني واحد بروتون واحد نيوترون النظير الثالث واحد بروتون اثنين نيوترون طيب لو تكلمنا عن الهيليوم هذه نظائر الهيليوم اثنين بروتون واحد نيوترون أو عندنا اثنين بروتون واثنين نيوترون طيب النظائر لاحظوا عندنا إش اللي جالس يتغير عدد النيوترونات أما البروتونات فهو إيش فهو ثابت عندنا فالنظائر دائما نحن نقول دائما أنها العناص التي لها نفس الخصائص الكيميائية يعني شوفوا هذا نظير 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 بس أنه نفس الهيدروجين قلنا لها نفس الخصائص الكيميائية بس أنها تختلف في الكتل الكتل يعني العدد الكتلي يتغير عندنا العدد الكتلي قبل شوي قلنا هو عبارة عن بروتون ونيوترون مع بعض طيب هنا يعني معناته واحد هنا العدد الكتلي يصبح كم أثنين هنا يصبح كم ثلاثة إذن اختلف العدد الكتلي فهذا مفهوم النظير ودائما النظائر عندنا لها أنوية ونوات النظير يسمونها دائما النويدة وجميع النويدات العنصر لها العدد نفسه من البروتونات شوفوا واحد 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 أو أثنين أثنين إذن دائما عندنا قاعدة جميع النويدات العنصر لها العدد نفسه من البروتونات طيب هذه النقطة كويسة بتفيدنا في أشياء كثيرة وصف النظير عشان أوصف مثل النظير معين عطاني مثل الرمز X وعطاني هنا A و Z الرمز X كأنه يعبر عن أي نظير طيب A ماذا تعني و Z ماذا تعني A هذا تعني العدد الكتلي تعني العدد الكتلي وهو عبارة عن عدد البروتونات والنيوترونات ولاحظوا أن كتبناه في اليسار في الأعلى عن الرمز العنصر يعني هذا رمز العنصر كتبنا العدد الكتلي في اليسار وفي الأعلى طيب زد ماذا تعني تعني العدد الذري يعني عدد البروتونات ولاحظوا أن كتبناه في اليسار أيضا ولكن يكون في الأسفل إذن دائما لما نعبر عن نظير هذا رمز النظير والعدد الكتلي يكتب له في اليسار في الأعلى والعدد الذري في اليسار باتجاه الأسفل طيب كيف أقدر مثلا أوجد عدد النيوترونات أنا اتفقت أن هذا الزد يمثل عدد بروتونات طيب A وش يمثل؟ يمثل البروتون والنيوترون مع بعض طيب أنا مثلا أبغى أطلع عدد النيوترونات وش بسوي؟ بطرح منها الزد إذن أبقول عدد البروتونات والنيوترونات مع بعض أطرح منهم عدد البروتونات يعطيني عدد النيوترونات يعني يعطيني الفارغ اللي موجود عندنا إذن هذا كوصف لأي نظير أو عنصر نظير الرموز هذه أو العداد هذه أو القيم هذه لازم أن نعرفها كطلاب أو كطالبات طيب حلو عطاني سؤال على النقطة هذه يقول عدد نيوترونات نظير الزائبق HJ لاحظوا 200 العدد الكتلي والذري عندي 80 طيب عشان أطلع عن نيوترونات قلنا عدد نيوترونات يساوي A مطروحا منها Z يعني 200 بنطرح منها 80 كم بيعطينا؟ بيعطينا 120 إذن عدد نيوترونات هنا في النظير هذا اللي هو نظير الزائبق 120 نيوترو إذن الإجابة الصحيحة اللي هو الخيار C طيب عندنا النواة القوة وطاقة الربط النووي طيب لماذا لا تتنافر الشحنات الموجبة داخل النواة حسب قانون كولوم طيب إحنا نعرف أن النواة تكلمنا قبل شوي وقلنا فيها بروتون ونيوترون النيوترون ليس له شحنة لكن بروتون له شحنة وشحنة موجبة هذا السؤال لماذا هذه الشحنات الموجبة داخل النواة ما تتنافر يعني لماذا لا يوجد عندي تنافر ما بين الشحنات هذه السبب لأنه في عندنا في الداخل ما يسمى القوة القوية أو القوة اللي يسميها إحنا القوة النووية أو القوة القوية تكون عندنا في الداخل طيب القوة هذه تؤثر دائما بين إيش تأثيرها يكون بين بروتون ونيوترون أو بين بروتون وبروتون أو بين نيوترون ونيوترون طيب القوة هذه هل لها صفات أو مواصفات؟ نعم هي قوة جد أو قوة تجاذب ومداها يكون قصير وقيمتها تزيد 100 مرة عن القوة الكهرو مغناطيسية طيب القوة النووية القوية التي تكلمنا عنها قبل شوي قال لك هي القوة التي تحفظ البروتونات والنيوترون داخل النواة بالفعل زي ما قلنا قبل شوي هي القوة التي تحفظ البروتونات والنيوترون داخل النواة ونسميها أيضا بالقوة النووية أو القوة القوية وهي دائما تؤثر ما بين بروتون وبروتون أو بروتون ونيوترون أو بين نيوترون ونيوترون وأخذنا قبل شوي النقاط التي تكلمنا فيها قلنا هي قوة تجاذب مداها قصير وقيمتها تزيد 100 مرة على القوة الكهرو مغناطيسية طيب عطانا سؤال قال القوة النووية هي القوة التي تؤثر بين البروتونات والبروتونات داخل النواة أم البروتونات والنيوترونات داخل النواة أم النيوترونات والنيوترونات داخل النواة أم جميع ما سبق طبعا الإجابة الصحيحة هي جميع ما سبق لأنها تؤثر بين البروتون وبروتون أو بروتون ونيوترون أو بين النيوترون والنيوترون نفسه إذن تؤثر فيهم جميعهم إذن جميع الإجابة الصحيحة هي جميع ما سبق طيب عندنا مصطلح النيوكليونات وش المعنى النيوكليونات النيوكليونات مصطلح يطلق على النيوترون وعلى البروتون إذن مكونات النوافذ الداخل لما نقول تتكون من بروتون ونيوترون نقدر نقول تتكون من نيوكليونات إذن هو مصطلح يطلق على النيوترونات والبروتونات معين طيب عندنا النقطة اللي بعدها ما يسمى الإضمحلال الإشعاعي هذه النقطة مهمة عندنا في الباب هذه كمراجعة الإضمحلال عندنا له كم معادلة عندنا له ثلاث معادلات أو ثلاث مركبات تنتج أو ثلاث إشعاعات نقول إذن نقول في الإضمحلال الإشعاعي عندنا أن تنتج مركبات اليورانيوم ثلاث أنواع من الإشعاع الإشعاع الأول اسمه ألفة والثاني بيتا والثالث قاما إذن دائما معادلات الإضمحلال هي تعطيني ثلاثة أنواع من الإشعاعات اللي هي ألفة وبيتا وقاما طيب الآن بنشوف وش الفرق بينهم أو كيف تنتج طيب خلونا نشوف الأول إضمحلال ألفة لاحظوا النظير العنصر هذا تحول إلى نظير آخر يعني نقدر نقول إضمحل صار عملية إضمحلال طيب الإضمحلال هذا لما تتحول العنصر أو نظير العنصر من عنصر إلى عنصر آخر ماذا رافقه؟ رافقه ألفة رافقه إضمحلال أو جسيم أو ألفة طيب ألفة هذه هي عبارة عن إيش؟ ألفة هي عبارة عن نواة الهيليو HE أثنين أربعة يعني لها العدد الذري أثنين والكتل أربعة عملية انبعاث جسيم ألفة من النواة تسمى إضمحلال ألفة يعني صار عندي عملية إضمحلال إضمحل العنصر هذا وتحول العنصر آخر وأطلق أعطاني جسيم ألفة طيب جسيم ألفة كيف نعرف جسيم ألفة أو نعرف المعادلة للجسيم ألفة؟ دائما في إضمحلال ألفة يقل العدد الكتلي بمقدار أربعة ويقل العدد الذري بمقدار أثنين تلاحظوا كان عندنا 226 العدد الكتلي أصبح 222 كان عندنا العدد الذري 88 وأصبح 86 قل المقدار أثنين طيب هذه على طول المعادلة تعطيني إضمحلال ألفة ألفة التي تمثل نواة أو التي هي عبارة عن نواة الهيليوم التي هي أثنين أربعة طيب نقطة ثانية أوزن المعادلة لو قلنا أربعة وميتين وأثنين وعشرين ستعطيني 226 أثنين وهنا 86 ستعطيني 88 إذن قاعدة عندنا ألفة يقل العدد الكتلي بمقدار أربعة والعدد الذري بمقدار أثنين طيب طبيعتها أنها موجبة عبارة عن نواة هيليوم موجبة نفاذيتها ضعيفة يعني نقدر ممكن نحجبها بورق ألمنيوم خفيف إذن قدرتها على النفاذ ضعيفة طبيعتها أنها عبارة عن شحنة موجبة وتمثل نواة الهيليوم ماذا يحدث في عملية الإضمحلال يقل العدد الكتلي بمقدار أربعة والذري بمقدار أثنين طيب نجعل نوع الثاني إضمحلال بيتا طيب ما هي بيتا هي عبارة عن إلكترون أو إلكترونات تنبعث من النواة شحنتها سالبة لها قدرة متوسطة على النفاذ أقوى من ألفة طيب إذن معناته بيتا سالبة وهي عبارة عن إلكترون طيب نسبة النفاذ لها أعلى أو قدرة النفاذ لها أعلى من ألفة يعني نعتبرها متوسطة طيب تعالوا شوفوا معادلة الإضمحلال تحول نظير العنصر إلى عنصر آخر طيب ماذا يحدث العدد الكتلي والذري الكتلي لا يتغير ثابت شوفوا أي أي العدد الذري يزداد مقدار واحد طيب ورافق عندنا انبعاث جسين بيتا اللي هو عبارة عن إلكترون طيب لو جيت أوزن المعادلة صفر واربع طعش يعطيني كم أربع طعش سالب واحد وسبعة يعطيني ستة إذن تحول النيوترون إلى بروتون زاد العدد الذري عندنا المقدار واحد إذن الإضمحلال بيتا عبارة عن إلكترون سالب طبيعتها سالبة قدرتها على النفاذ أعلى من ألفة هي عبارة عن إلكترون سالب معادلة الإضمحلال لها العدد الكتلي ثابت أما الذري يزداد مقدار واحد ومعنى كلمة أن يزداد مقدار واحد يعني تحول النيوترون إلى بروتون إذن هذه معادلة الإضمحلال وهذا الجسين بيتا هنا ممكن نحط الرمز هذا الإلكترون سالب واحد أو ممكن نقول بيتا طيب في وزن معادلة صفره أربعة عطائش أربعة عطائش ثابت العدد الكتلي سالب واحد وسبعة عطاني ستة إذن هذا بالنسبة لإضمحلال بيتا نجي عن نوع الثالث اللي هو إضمحلال قاما هذه المعادلة لاحظوا المعادلة هل العدد الكتلي تغير؟ ثابت العدد الكتلي طيب العدد الذري أيضا ثابت إذن في إضمحلال قاما هي تنتج نتيجة إعادة توزيع الطاقة يعني صار إثارة للذرة ورجعت على وضعها الطبيعي إذن إعادة توزيع للطاقة داخل النواة وإعطاني إشعاع قاما طيب طبيعتها عبارة عن فوتونات طاقتها عالية يعني نقدر نقول موجات كهرومغناطسية فوتونات قدرتها على النفاذ عالية جدا أكبر من بيتا وأكبر من ألفا إذن قاما في النفاذ أكبر من بيتا وأكبر من نفاذيتها أكبر من بيتا وأكبر من ألفا تنتج نتيجة إعادة توزيع الطاقة نلاحظ العدد الكتل ثابت والذري ثابت إذن عبارة عن فوتونات لها طاقة عالية زي ما قلنا عبارة عن موجات كهرومغناطسية طيب عندنا ما يسمى بعمر النصف ما هو عمر النصف في الإضمحلال الإشعاعي هو الفترة الزمنية لإضمحلال نصف ذرات أي كمية من نظير العنصر المشئ يعني الفترة الزمنية اللي خلالها إذا مرت الفترة هذه يضمحل نصف الذرات من أي كمية في أي نظير لعنصر مشئ لاحظوا هنا قال لي 100 كيلو جرام مثلا إذا كان عمر النصف للنظير هذا 86 سنة بعد 86 سنة بعد عمر النصف هذا ضمحلت وعدد الذرات الخفض من 100 أو كانت عندنا الكمية 100 كيلو جرام ووصلت ل 50 كيلو جرام إذا خلال الفترة هذه اللي يتمثل فترة عمر النصف اضمحل نصف ذرات كمية النظير هذا إذا عمر النصف هو الفترة الزمنية لكي تضمحل نصف ذرات أي كمية من النظير للعنصر المشئ طيب عندنا معادلة نستطيع من خلالها نحسب الكمية المتبقية للنظير هذا فلو قلنا المعادلة هي كالتالي الكمية المتبقية تساوي الكمية الأصلية ضرب نصف أس تي طيب تي هذا ماذا يعني لي التي يعني عدد أعمار النصف يعني والله عندي عينة من نظير مشئ نبغي نحسب الكمية المتبقية لها بعد فترة معينة فنقول الكمية المتبقية بتساوي الكمية الأصلية ضرب نصف أس تي التي هذا يعبر عن عدد أعمار النصف في العينة هذه طيب نشوف عليها مثال بتكون معنا الصورة أوضح طيب قال لنا عينة من التريتيوم كتلتها واحد من العشرة قرام إذا علمت أن عمر النصف للتريتيوم 12.3 سنة احسب الكتلة المتبقية بعد مرور 24.6 سنة طيب قبل ما أعوض في القانون أنا أبغى أطلع هنا كم فترة عمر النصف العينة هذه واحد من العشرة قرام طيب عمر النصف له 12.3 سنة طيب يبغانا نحسب الكتلة المتبقية بعد 24.6 طيب هذه المدة كاملة كم فيها فترة عمر النصف فيها فترتين لاحظوا 12.3 زي 12.3 يعطينا كم 24.6 إذن الفترة هذه اللي يبغانا نحسب فيها الكمية المتبقية الفترة هذه كاملة فيها عمرين نصف فيها عمرين نصف يعني التي عندنا هنا بيكون كم بيكون أثنين يعني فيها فترتين عمر نصف شوفوا القانون الكمية المتبقية هذا المطلوب اللي نحسبه تساوي الكمية الأصلية ضرب نصف طيب الكمية الأصلية هذه واحد من العشرة اللي عطانا إياها ضرب نصف طي التي هو عدد أعمار للنصف زي ما قلتلكم يعني لو قلنا 24.6 تقسيم 12.3 يعطيني أثنين يعني إذا نعوض بالتي بمقدار اثنين طبعا نصف أستثنين بربع ربع ضرب واحد من عشر يعطيني 25.000 يعني الكمية المتبقية بعد 24.6 سنة هي 25.000 طيب هذا القانون اللي نعوض فيه دائما في قانون ثاني نقدر بالقانون نحسب الكمية المتبقية اللي هو قانون الأسهم بس بدلالة أنه كل سهم يمثلي فترة يعني على السؤال اللي قدامي والله المدة هذه كاملة للنظير هذا للعينة هذه فيها فترتين عمر نصف زي ما اتفقنا فيها فترتين طيب إذا معناته لما أستخدم الأسهم أستخدم مرتين سهمين هذا السهم الأول فترة عمر النصف الأولى وهذه فترة عمر النصف الثانية طيب نحط نعوض التعويض الحين نحط الكمية عندنا الأساسية هذه 1 من 10 قرام طيب لما نضرب ها في النصف تعطيني 5 من المئة قرام طيب لما نضرب ها في نصف تعطينا 25 من الألف قرام نفس القيمة نفس النتيجة ممكن نستخدم القانون هذا أو القانون هذا الأسهم نحن نعرف السهم هذا يمثل لي أنا كطالب أو كطالبة فترة عمر النصف الواحدة انت شوف للسؤال المدة اللي بتحسب فيها كم فيها فترة عمر النصف والله نفس المدة اللي عندي هنا في السؤال فيها فترتين عمر النصف إذن أكرر السهم مرتين لو كانت ثلاث فترات إذن أكرر السهم ثلاث مرات لو كانت أربع فترات عمر نصف أكرر السهم أربع مرات وفي كل مرة نضرب في نصف يعني هنا الكمية الأساسية والأصلية بنضربها واحد من العشرة الكتلة اللي عطانا إياها في السؤال مثلا زي السؤال هذا بنضربها في نصف تبقى عندي خمسة من المئة نضربها في نصف الفترة الثانية تبقى عندي خمسة وعشرين من المئة جرام إذا ممكن نستخدم الصيقة هذا القانون هذا أو القانون هذا طيب عندنا ما يسمى بالنشاط الإشعائي ما معنى كلمة نشاط إشعائي هو هو معدل الإضمحلال أو الإنحلالات للمادة المشعة في الثانية لما نقول والله عندنا مادة نشطة إشعائيا يعني جالسة تنحل في كل ثانية إذن النشاطية الإشعائية هو عدد الإنحلالات للمادة المشعة في الثانية الواحدة بماذا يقاس أو تقاس النشاطية الإشعائية تقاس بوحدة اسمها البيكير تقاس بوحدة اسمها البيكير طيب نجي هنا في سؤال النشاط الإشعاعي الإصطناعي والإنشطار النووي طيب عندنا حاجة اسمها البوزيترون هو عبارة عن طيب لازم نتكلم عن النقطة هذه ما هو البوزيترون لاحظوا الرمز هذا الرمز هذا مر معنا أو شبيبه قبل شوي هذا إلكترون بس هنا موجب الإلكترون عندنا سالب إذن البوزيترون هو إلكترون بس النعيش موجب موجب الشحنة إذن لما أطالع في الخيارات عندنا البوزيترون قال لك إلكترون موجب الشحنة سالب الشحنة بروتون موجب الشحنة بروتون سالب الشحنة طبعا بروتون بروتون نستبعدهم لأن الرمز عندي هنا رمز إلكترون بس الشحنة موجبة فلذلك نقول هو إلكترون موجب إذن البوزيترون هو عبارة عن إلكترون موجب طيب عندنا النقطة الثانية الإنشطار النووي طيب في النشاط الإشعاعي الإصطناعي والإنشطار النووي عندنا ما يسمى بإنشطار نووي وإندماج نووي طبعا هذا وين يكون في النشاط الإشعاعي طيب وش معنى نشاط إشعاعي النشاط الإشعاعي يعني يمكن لنا أن ننتج نظائر مشعة من نظائر مستقرة عن طريق قذفها بجسيمات ألفة أو بروتونات أو إلكترونات أو أشعة قامة يعني إحنا اللي جالسين نحدث الشيء هذا أننا نأخذ مثلا عندنا نظائر مستقرة ونقذفها بجسيمات ألفة أو بروتونات أو إلكترونات أو قامة وتنتج لنا نظائر مشعة هذا اسم النشاط أو هذا مفهوم النشاط الإشعاعي عندنا ما يسمى الانشطار النووي لاحظوا الرسمة اللي عندنا هنا قديفة رميت بها النواة انشطرت إلى نواتين إذن دائما في الانشطار النووي نقول انقسام النواة الثقيلة إلى نواتين طيب أنا قلت هنا في عندنا قديفة وفي عندنا هنا نواة طيب لابد من الشروط الانشطار نووي تكون النواة عندنا ثقيلة طيب الشيء الثاني لابد يكون عندي قديفة مناسبة إذن لما تكون القذيفة مناسبة ونواة ثقيلة تصطدم بالنواة وتنشطر إلى نواتين طيب أثناء الانشطار ماذا نتج عندي؟ نتج عندي ثلاثة جسيمات هنا وراح نتعرف عليها بعد شوي إذن هذا مفهوم الانشطار النووي إذن حدوث الانشطار النووي ونواتجة يحدث الانشطار النووي عندما تنشطر النواة إلى نواتين هذه هي انشطرت إلى نواتين زي ما قلنا محررة نيوترونات وطاقة إذن هذه الجسيمات هي عبارة عن نيوترونات إذن في عملية حدوث الانشطار تنشطر النواة إلى نواتين ويصاحبها مع الانشطار يصاحبها نيوترونات وطاقة طيب شروط الانشطار هل كل نواة تحدث لنا انشطار؟ لا لابد يكون عندنا شروط من شروط الانشطار أول شيء تكون النواة ثقيلة من مثلتها زي اليورانيوم مثلا اثنين أن تكون القذيفة مناسبة اللي بنستخدمها هذه مثل النيوترونات إذن عشان يحدث عندي انشطار نووي نستخدم قذيفة مناسبة نيوترونات وتكون النواة عندي ثقيلة مثل اليورانيوم إذن هذه شروط الانشطار النووي من أمثلة الانشطار النووي اللي هو المفاعل أو أمثلة المفاعلات النووية أو المفاعل الماء المضغوط هذا هو مفاعل الماء المضغوط عبارة عن مفاعل هنا وداخلها المادة المستخدمة اليورانيوم وعندنا ما يسمى قضبان التحكم لكي تتحكم في التفاعل لأن التفاعل الانشطار هو عبارة عن تفاعل متسلسل تنشطر نواة إلى نواتين وكل نواة تنشطر إلى نواتين وموجود عندنا هنا مضخة وعندنا هنا بخار الماء الذي يستخدم في إدارة توربين البخار بحيث أن التوربين هذا راح يولد لنا طاقة كهربائية يعني باختصار أن الطاقة الحرارية اللي نتجت عندنا هنا من المفاعد ممكن أن نستخدمها في التوربينات عشان تعطينا طاقة كهربائية يعني نستفيد منها ودائما تستخدم عندنا قطبان التحكم وهي مصنوعة من الكادميوم لكي تتحكم في التفاعل النووي الموجود عندنا داخل المفاعل النووي أو مفاعل الماء المضغوط طيب عندنا سؤال يقول مفاعل الماء المضغوط يستخدم لتحويل الطاقة الحرارية من المفاعل المتحرم من التفاعلات إلى طاقة كيميائية أم نووية أم صوتية أم كهربائية طبعا زي ما اتفقنا قبل شوي يحولها إلى طاقة كهربائية نستفيد منها عن طريق التوربينات أو إدارة التوربينات إذن هذا كان سؤال على المفاعل اللي أخذناها قبل شوي هو مفاعل الماء المضغوط طيب عندنا النوع الثاني اللي يسمى الاندماج النووي ما هو الاندماج النووي؟ اندماج أنوية كتلها صغيرة هذه هي لتكوين نواه ذات كتلة كبيرة هذه والله عندي نواتين صغيرة اندمجت مع بعض وعطتني نواه كبيرة إذن هذه عكس اللي قبل شوي الانشطار هذا نسميه اندماج نووي طيب في الاندماج النووي يندمج الديوتيريوم مع التريتيوم لإنتاج الهيليوم هذولة هما اندمجوا مع بعض وعطوني في الأخير أيش عطوني هيليوم في الاندماج النووي أيضا لابد أن يكون عندنا شروط حتى يحدث لأنه دائما نعرف أن أنوية الذرات تحتوي على شحنات موجبة يعني في قوة يعني عملية الدمج تحتاج إلى طاقة عالية جدا ودرجة حرارة عالية جدا وحيص ضيق لكي تتم عملية الاندماج النووي طيب وصلنا اليوم إلى آخر نقطة تكلمنا فيها اللي هي الاندماج النووي تعرفنا اليوم على النواة مكونات النواة ومعرفة شحنة النواة والعدد الذري والكتلي والإضمحلال أو معادلات الإضمحلال ألفة وبيتة وقامة وأخذنا عمر النصف وأخذنا ما يسمى بالانشطار والاندماج النووي نتمنى أن تكون واضح النقاط اللي مرينا عليها وراجعناها قبل شوي إن شاء الله نشوفكم في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا